بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا ورحمة بكم ومتابعوني الكرام طبعا الفيديو بتاع النهاردة هنعمل فيه تركيبة التركيبة بتاعتنا هتبقى في نفس الوقت مضاد سموم ومطهر معوي ومضاد للكوكسيديا ومضاد للكولستريديا هتبقى بعد وقت بحاجات محلية وهتبقى نتجتها فعالة بس اما حاجة نلتزم بالجرعة وقبل ما نبدأ الفيديو احب ارحب بكل اخواتنا المشتركين الجدد في القناة بكل الود نلقاكم وخالص شكري وتقديري لكل اخواتي اللي بيدعموا المحتوى بتعليقاتهم الايجابية وباللايك وده اللي بيخلي الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن ويفيد الناس طبعا فتدل على الخير كفاعل نبدأ على بركة الله تركيبة معنا اول حاجة خل خل قبيل عادي وممكن نستعد عنه بخل التفاح حسب امكانياتك اهم حاجة يكون نخل من مصدر مؤسوق منه او خل طبيعي ما يكونش يعني صناعي خل عارفين فوائده وانه هو مادة حمادية بتغير بتعمل على تثبيت التوازم بتاع الدم برضو في نفس الوقت قيمة غزائية مضاد للسموم بنشط الكب بيحرق الدهون او اللي بيمنع التليوسات اللي بتتكون على الموبيل او في جسم الطيور عامة اه مطهر للجهاز الهضمي في نفس الوقت بيزبط بتاع الدم لان لو فيه مسلا في الصيف بيقلل الايجاد الحلاري تمام وبنستعمله بصفة ده ورير الطيور الحاجة التانية معانا بنبدأ نشوفها هي هي باللون اللي زرع ده كده طبعا اكيد حضراتكم عارفينها اهي اكيد حضراتكم عارفينها دي كبريتات النحاس كبريتات النحاس او بيور عليها الجنزرة دي بتيجي من عند البطري يعني سعرها مش غالي ممكن اه عشرة جنيه ولا حاجة تجيب كمية كبيرة كبريتات النحاس طبعا عملنا افرادنا لها فيديو هنا على القناة وقلنا في ايدتها وقلنا ان هي مادة قبضة مطهرة للجروح في نفس الوقت برضو اه بتحطى في مادة الشرب بتبقى مادة مطهرة فيها عنصر النحاس اللي بيبيئد على الانيميا او بيساعد بتكوينهم مجلوبين الدم وفايده الكتير تانية حاجة ممكن بيستعملها في تطهير خلاطيم المية او شبكات المية اللي هي السمام في مزارع الدواجن او في الحمام دي افضل من الكولور وافضل من اي حاجة وبيبواصل صمامات تانية حاجة بتزيل الرواسب ومطهة قوضية اللي بيستعملها ايضا في تطهير خلاق تبريد طيب في مية الشرب قلنا كبريتات النحاس ما يزيدش تركيزها عن ربع جرام على الليتر اللي هي بمعدل راس كبريت لان بتقدع على الالتهابات اللي موجودة في العماء وبتنظفها وتكوي التآكل اللي موجود في جدار العماء طيب انا دلوقتي عايز اعمل تركيبة وقائية يعني مفيش مرض ولا حاجة باخد معدل ربع جرام الليتر او ده كده قد يكون معدل ربع جرام على الليتر مقدار راس الكبريت او حبة على طرف المعلقة بدي اخد عليهم الخل تمام ممكن اخد خل تفاح وممكن اخد خل عادي باخد عادي خل تراتة سنتي على الليتر طب لو هو في اه لقدر الله دور او مرض ممكن اخد خمسة سنتي خل على الليتر انا عارف المحيار بتاعي اربعة سنتي او خمسة سنتي خل كمان امت تمام خلاص يعني تتقلب كده وبكمل الكمية ديت بكاء بحط على الليتر مية وقدمها للطيوب لو انا بستعمل وقائي ممكن مرة واحدة في الاسبوع لو بستعمل علاجي منكن من يومين لتلاتة طبعا اه ازا ما احنا قلنا دي مادة قبضة لو فيه لقدر الله سبب السلمونيلا اه ديت بتساعد كمادة عمل مساعد معها في القضاء عليها مع العلاج بالاضافة كمان ان هي بتقف نشاط البكتيريا كمان لو فيه تدل في الحوصلة بتاعة الطائر ساعدة بحصات دي بتعمل كمادة قبضة او الطائر الشرح لشرب المية دي بتقلل من عملية شراحة شرب المية او بتقضي على البكتيريا بتعمل التهابات بتخلي الطائر يعني هي بقى عنده شراحة شرب المية فالتركيبة ديت كويسة جدا ان هي بتبقى هي بالشكل ده كده بكملها بقى لليلتر المية ده بيضاهي اه يعني المركب بدون ذكر اسمعشوا اه شهرة مركب بطري غالي جدا القضاء على الكوليستيري دي طبعا ده يعطبا المطهر قاتل البكتيريا قاتل البيروسات في نفس الوقت يعطبها القيمة غزائية ما زودش الجرعة عن كده عشان ما عميش تركيز سامة للطور عندي اتمنى ليكم ولو تلك السلامة اتمنى ان الفيديو بقساط ده يكون اعجبكم ولقى استحسانكم ان شاء الله دمتم في حفظ الله راعتكم ونفاكم ده وانا على خير والسلام عليكم والحمد الله ولكتب اشتركوا في القناة